بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الطلاب والطالبات في الصف الخامس الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتلو نحن وإياكم آيات من سورة العنكبوت من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عشرة إن شاء الله تعالى فما أهداف درسنا لهذا اليوم أولا طلب الأجر من الله تعالى بقراءة القرآن أيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وهذا يتطلب منا النظر والانتباه للكلمات القرآنية والحركة التي على الحرف أيضا تطبيق أحكام التجويد وسنطبق ونبين بعض الأحكام كذلك التلاوة بتدبر وخشوع من أهداف درسنا إن شاء الله تعالى آداب تلاوة القرآن الكريم الأداب أولا الطهارة نتطهر ونتوضأ قبل التلاوة وأعظم الآداب الإخلاص لله تعالى يعني ننوي بقراءتنا وجه الله تعالى ورضاه وأيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من آداب تلاوة القرآن الكريم كذلك تحسين الصوت بالتلاوة أيضا البسملة وذلك في أوائل السور كذلك بارك الله فيكم القراءة بتدبر وأيضا التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله خاصة الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته فإننا نسبح الله إذا قرأناها أيضا سؤال الله من فضله عند آيات الوعد الآيات التي فيها وعد برحمة ومغفرة وجنة إذا مررنا بها فإننا نسأل الله من فضله كذلك الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد وهي الآيات التي فيها وعيد بعذاب أو عقاب نسأل الله تعالى السلامة والعافية الآيات التي سوف نتلوها نحن وإياكم بارك الله فيكم هي من سورة العنكبوت وهذه الشريحة الأولى ثم نقرأ التالية والتي بعدها والتي بعدها إذن بارك الله فيكم أرجمكم التركيز والانتباه لسماء هذه الآيات أولا سوف أقرأ لكم هذه الآيات ثم أبين ما فيها من كلمات نحتاج إلى بيانها ثم بعض الأحكام التجويدية ثم تقرأون أنتم وتطبقون القراءة إن شاء الله تعالى ركزوا بارك الله فيكم مع الانتباه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام نيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَنَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ هكذا بارك الله فيكم قرأنا الآيات والآن بقي دوركم أنتم في النظر والقراءة سأبين لكم الآن الكلمات التي نحتاج إلى بيانها ونقرأها سويا ثم نقرأ الآيات جميعا نحن إياكم مع التطبيق العملي على القراءة المرتلة المجودة نسأل الله التوفيق تعالوا بارك الله فيكم إلى هذه الآيات أولا بدأت السورة بالحروف المقطعة وبينا لكم في دروس سابقة أن الحروف المقطعة إذا كان على أحد أحرفها علامة المد أمد هذا الحرف ست حركات أقول ألف لاميم إذن أمد بهذه الطريقة طيب أيضا ننتبه إلى الحركات في الكلمات لاحظوا معي كلمة يتركوا لاحظوا الياء عليها ضمه يتركوا كرروا هذه الكلمة اقرأوها أحسنتم أيضا كلمة لا يفتنون لاحظوا ضم الياء لا يفتنون لا يفتنون يقرأوها أحسنتم أيضا تعالوا إلى هذه الكلمة كيف أن نكرر كرروا معي لاحظوا فلا يعلمن فلا يعلمن يقرأوها أحسنتم وهذه مثلها ولكن بالواو وليعلمن طيب هذه كلمة أخرى بارك الله فيكم كلمة لآت لاحظوا الهمزة أتت بعد اللام وقبل الألف طيب همزة بعدها ألف إذن أمد هذه الألف مدّا مدّا عادي أن أقول لا آت آ هذا المد لا آت لا آت هكذا بارك الله فيكم هذه الكلمات السهلة اليسيرة التي نحتاج إليها طيب عندنا علامات المد في القرآن كله نأتي بالمد فيها دائما نمدها أربع حركات هنا المد الذي بعده همزة أمده أربع حركات أما المد في أوائل السور الحروف المقطعة ست حركات النون المشدد دائما نأتي بالغنة نأتي بالمد في أوائل نأتي بالمد في أحكام النون الساكنة والتنوين عندنا حكم عندنا حكم الإظهار إذا أتانا نون ساكنة أو تنوين بعدها أحد حرف الإظهار فإننا نظهر هذه النون أو التنوين وإن شاء الله تعالى إذا مرت علينا هذه النون سنبينها إن شاء الله تعالى الآن دوركم في القراءة اقرأوا معي الآيات مع التركيز والانتباه ركزوا وقرأوا بصوت حتى نطبق التلاوة الصحيحة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى القراءة الصحيحة مستعدون إذن نبدأ الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا الاستعادة أحسنتم نبدأ سويا من البسملة نبدأ ركزوا معي بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ لاحظوا كلمة لغني عن العالمين تنوين أتى بعد حرف العين والعين من حروف الإظهار لنقرأها لغني عن العالمين إظهار التنوين ننتقل إلى الشريحة التالية تعالوا لنعرف بعض الكلمات مثل هذه الكلمة يقرأوا لهذه الكلمات مع النظر إلى الحركات اللام عليها فتحة النون عليها ضمة الكاف فتحة الفاء كسرة وشدة يقرأها أحسنتم لَنُكَفِّرَنَّ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ طيب كلمة اقرأوها سيئاتهم الكسر كسر التاء سيئاتهم سيئاتهم كلمة أخرى وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ اقرأوها كرروها أحسنتم وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ مع النون المشددة طيب كلمة جَاهَدَاكَ لاحظوا الألف الصغيرة بعد الجيم نأتي بها طيب كلمة لِتُشْرِكَ لِتُشْرِكَ بِي لِتُشْرِكَ طيب كلمة أخرى ركزوا عليها اقرأوا لي هذه الكلمة مع الترتيب في الحركات انظروا إلى الحرف الأول والثاني والحركات التي عليك اقرأوها أحسنتم تُطِعْهُمَا 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 ممتازين كلمة مَرْجِعُكُمْ 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 العين عليها ضم مَرْجِعُكُمْ أيضا الكلمة التي بعدها فَأُنَبِّئُكُمْ ضم الْهَمْزَةِ فَأُنَبِّئُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ اقرأوها ممتازين أحسنتم لَنُدْخِلَنَّهُمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ اقرأوها ممتازين أحسنتم تعالوا الآن نقرأ سويا اقرأوا معي سنبدأ من السطر الأول حينما أضع الخط تبدأون القراءة مستعدون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ بارك الله فيكم ونفع بكم تعالوا نكمل الآيات بارك الله فيكم مع الانتباه إلى الحركات لاحظوا معي هذه الكلمة اقرأوها بالحركات ركزوا نعم أوذية أوذية لاحظوا الهمزة عليها ضمة أوذية طيب كلمة أخرى كيف أقرأ هذه الكلمة ننظر للحركة لا يقولن اللام عليها ضمة ركزوا عليها لا يقولن أي قرأوها نعم احرصوا على هذه الكلمة لا يقولن اللام عليها ضمة لكن في كلمة أخرى اللام عليها فتحة لاحظوا هذه الكلمة وَلَا يَعْلَمَنَّ لاحظوا الحركات وَلَا يَعْلَمَنَّ اقرأوها أحسنتم طيب تعالوا إلى هذه الكلمة وَلْنَحْمِلْ رَكِّزِ رَكِّزِي على اللام الساكنة الطالب والطالبة رَكِّزُوا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ اقرأوها أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه الكلمات تعالوا نقرأ سويا ركزوا معي ابدأوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ عَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيِّئِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بارك الله فيكم نكمل الآيات اقرأوا معي بارك الله فيكم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَنَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين بارك الله فيكم ونفع بكم وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم اقرأوا الآيات وقرأوا القرآن سيكون لكم إن شاء الله تعالى شفيعا لأصحابه وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وأستودعكم الله إلى درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته